تفاصيل أكثر عن الضربة الجوية التي نفذتها واشنطن على قاعدة عسكرية تابعة لقوات الأسد في التقرير الثالث ثم نعود لمواصلة هذه التغطية الخاصة التي نخصصها للحديث عن هذه الضربة نتحدث عن الأهداف التي أصابتها ردود الأفعال حولها وكيف يقرأها المجتمع الدولي مع مجموعة من الخبراء والضيوف نتحدث معهم تباعا خلال التغطية الخاصة والمباشرة من سديوهاتنا في دبي ردا على الهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون الذي تورط فيه نظام الأسد نفذ الجيش الأمريكي الخميس ضربة صاروخية استهدفت قاعدة جوية للنظام الأسد واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد وقت قصير على الضربة أن أمريكا انتصرت للعدالة مشيرا إلى أن الأسد انتزع أرواح رجال ونساء وأطفال عزل وقال مسؤول في البيت الأبيض أن 59 صاروخا موجها من طراز توماهوك استهدفت مطار الشعيرات العسكرية المرتبط ببرنامج الأسلحة الكيميائية التابعة للنظام الأسد المتصل مباشرة بالأحداث الرهيبة التي حصلت صباح الثلاثاء في خان شيخون في محافظة إدلب وأتت الضربة العسكرية الأمريكية بعيد فشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على قرار يدين الهجوم الذي أودى بحياة 86 شخصا على الأقل بينهما 30 طفلا وقال مسؤول في البيت الأبيض طالبا عدم نشر اسمه أن نظام الأسد استخدم غاز أعصاب سام لديه سمات السارين في هجوم خان شيخون وكان ترامب أعلن الأربعاء أنه غير موقفه من الأسد بعد الهجوم وقال الخميس وهو في الطائرة الرئاسية التي أقلته من واشنطن إلى فلوريدا أن ما فعله الأسد رهيب مضيفا أن ما حصل في سوريا عار على الإنسانية من جانبه توعد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون برد مناسب على هجوم خان شيخون معتبرا أنه لم يعد لبشار الأسد دور في حكم سوريا وكان مسؤول في البنتاغون أفاد قبل ساعات على تنفيذ الضربة الأمريكية عن تواجد سفينتين حربيتين أمريكيتين مزودتين بصواريخ توما هوكا العابرة في مياه الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر